اشعلت محافظة حما شعلة مهرجان الربيع بنسخته الخامسة عشر بحفل كرنفالي فني في محيط قلعة حماه الأثرية وتضمن عروضا فنية وتراثية ورياضية وسط حضور من الفعاليات الرسمية والأهلية اليوم أطفعنا الشمع الخامسة عشر لمهرجان ربيع حما بصورة تعكس الواقع الجديد لهذه المدينة في إبداع الإنسان السوري وفي انطلاقها جديدة لحركة الاقتصاد والصياحة والثخاف والرياضة في حما وفي سوريا كلها اليوم شعم حما مدينة أبي الفداء يعلنوا الانتصار مع جيش الوطن ويقولون للعالم كله إرادة الحياة تغلب الإرهاب بدأ المهرجان عروضه بعمل فني استعراضي بعنوان بيارق النصر أدته فرقة آرام للمسرح الراقص بمشاركة عدد من نجوم الدراما السورية واستعراض للعربات الكرنفالية وعروض الفرسان والفرق الفلكلورية والعراضات الشعبية ومجموعات تمثل جنودا وفرقا أمنية وعسكرية وعناصر قوى أمن داخلي وجاهزيتها على الدوام للمهام والمسؤوليات المناطة بها كدرع للوطن يحمي أمنه واستقراره واختتم حفل الافتتاح الذي تخلى له عرض للطيران الحربي وإطلاق الألعاب النارية التي أضاءت وزينت سماء المهرجان بألوان ورسومات متنوعة بعد ذلك تم افتتاح معرض التسوق في محيط قلعة حما والذي يضم أكثر من 350 شركة ومؤسسة مهرجان عن جد يخلينا نرجع الحيوية للناس نفسطون سوريا أم السلام حلا نحن كان دورنا الأساسي أنه ننشر الفرح بهذه المدينة بعد كتير ظروفه اتعرضتنا والحمد لله كتير كان الجمهور متفاعل معنا وشفنا الفرح وجوه الكبار والصغار هذا المهرجان مهرجان سوريا الحقيقي مهرجان نصر الحقيقي هذا ربيع سوريا عاد اليوم الألق إلى مدينة حما طبعا مع انتصارات الجيش العربي السوري ويحفل المهرجان بدورته الخامسة عشر بالعديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة ما بين السياحية والثقافية والرياضية والتسوق والتراث والتي ستقام في مدينة حماه ومنطقتين صياف والسلمية خلال الفترة الواقعة ما بين الخامس والعشرين من نيسان وحتى العاشر من أيار للأخبارية السورية علي شحوت حما